أو يتخانق معك باستمرار وانتوا لسه مخطوبين. إما البعض الجواز سيعمل معك إيه وتعمل معه إيه. لما أنتم فترة الخطوبة مش قد تتكيف وفرحانين بفترة الخطوبة. فترة الخطوبة دي المفروض أحسن فترة في حياة أي زوجين في الدنيا. اللي فيها المشاعر بتتقال واللي فيها الحب بتتعبر عنه. واللي فيها التأدير والاحترام. أما في فترة الخطوبة دي بدلا بيبقى فيها كل ده يبقى فيها خلافات على طول. وتبقى مضايقة ومخلوقة منه. ستتجوزينه إزاي وتعيش معاه إزاي بعد كده. هو ضل رجل ولا ضل حيط يعني ولا إيه. مش هينفع طبعا. مينفعش. لكن لو عادي أتأكد إن كان ده مجرد سوق تصرف من كنتم الاثنين. عادي شخصيات كنتم الاثنين. تعالي نصليليك ونشوف فيه حاجة ما فيش. لو ما فيش حاجة يبقى لازم تلاجع نفسك. ما تقدريش تكملي أبدا لو ما فيش أي عمل ولا حاجة بالأسلوب ده أبدا. ما ينفعش للحياة الزوجية للحياة الزوجية فيها احتمال. اللي يدي الإنسان احتمال في الحياة الزوجية. الفترة الحلوة اللي كان بيقضى فترة لايه الخطوب بيقاش على الزكريات الجميلة دي. لما تبقى الزكريات دي كلها أصلا قليمة يبقى يفضل إيه بقى في الجواز ينفعش. بصر يا حبائي الجواز بالذات. ده سر مقدس ومستمر إلى نهاية الحياة. الراجل من دول الشاب فينا لما يحب يتجوز يضع في قلبه أنه اللي هيجوزها دي. يخليها تعيش حياة أسعد من اللي كانت على الشاب بتابوها على قد ما يقدر. مش غريب الفلوس ممكن يكون بتابوها غني ومرتاح مادية. لكن بالحب والحنان والاحترام والكلمة الطيبة والمشاعر الحلوة. حتى جددنا في الفلاحين قال لك لقيني ولا الغديني. لكن بقى قبل فترة الخطوبة ما قبل وما بعد فترة الخطوبة. تلقوا الكلام الحلو بيطلع. ويعود يتحكوا البعض ويبتسموا البعض ويبربشوا البعض. بعد الجواز فليصمت العاقل في ذلك الزمان. أشيك الكلام يضيع. ما ينفع لازم نتعود على أن نعمل. نعمل. نعمل محبة حقيقية مع بعضنا البعض يا حبائي. سؤال. كيف نخدم ربنا من القلب. وليت يا ابونا تكلمنا عن الخدمة باستحقاك. وكيف يكون هناك محبة لبعضنا وليس مجرد حب التظاهر بالخدمة. كيف نخدم ربنا من القلب. السؤال حلو جدا. الذي أريد أن يخدم ربنا من القلب. يخدم ربنا بدون غرض. بدون غرض. لا يكون من وراء الخدمة دية. شهرة. مصلحة. فلوس. أي حاجة. أنا أخدم عشان أنا أحب ربنا وعايز أقدم له أي حاجة من وقت. ومجهودي. عشان أبيله مشاعر حب ليه. فأخدمه من خلال. مش دور خدمة الكلمة. خدمة الكلمة دي واحدة. خدمة ناس الأحد دي واحدة. خدمة إخوة الرب الفؤرة وأخرى. خدمة المرضى حاجة تانية. خدمة الحزانة. وتعزيتهم في مواقفهم الحزينة. كل دي أنواة خدمات. كنا نقدم كلمة طيبة. الإنسان دي خدمة. خدمة للمسيح إزاي. إن أنا بظهر نوري قدام الناس بظهر ملحي قدام الناس. ليرى الناس. فيمجدوا أباكم اللذي في سماوات. و. بس اللي يخدم ربنا. لازم يا ابني تسمع كلام الكتاب. يا بني إن أقبلت لخدمة الرب. تعدد نفسك للتجارب. في خدمة في تجارب. ما فيش تجارب. الخدمة دي لحساب الذات. ليش لحساب المسيح له المجد. سؤال ممكن يا ابونا نعرف مدى علاقتنا بالله. هذا. ماذا علاقتك بالله؟ يا taklion كل كان يجاوب له. ان علاقتك بالله علاقة سطحية ولا علاقة حقيقية. علاقة حب ولا علاقة منفعة. ولا تخدير ضمير أو طردية ضمير. علاقتنا بالله هل يجاب عليها هل أنا وأعرف أصلاع المخدع؟ هل هنا أرى في الكتاب المؤدس من أن يواظ عليها؟ هذا الكتاب مؤدس. هذا المسيح للمجد قال فتشوا الكتب لأنكم تظن لكم فيها حيوها التي تشهد لي فتشوا الكتب لأصفار المقدسة يعني والمسيح للمجد يقول لتلاميذه أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به فأحد لا يقرأشوا الكلام مؤدس خالص يتنقص كيف فكره يبقى ما تنقص كيف ينهي أماره ويقصر كلام ربناه يبقى في علاقته بربنا علاقة شكلها دي ربنا يسوع قال متى صليت ايه دخل إلى مخدعك وقلق بابك وصلي إلى أبيك الذي يتخفى إلى آخر كلام بصلي يبقى لي علاقة بالله مهم للصلاة يبقى فيه علاقة بالله علاقة ايه دي على الرأي المثل تحلف لصدقك كشورك استعجب معلمني عقوب الرسول يقول يا أخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فأنا في الصلاة بالأجبية أحيانا أصلي بالروح لكن الأكثر روحانية كلامي معه في العلاقة الخاصة هل هذا غلط لا بالعكس الصلاة بالأجبية مهمة الصلاة بفهم تبقى في منتها العمق في نفس الوقت الصلاة الفردية الارتجالية تبقى صلاة من القلب وبالعمق الاثنين كويسين ولازمين لاثنين لحياتنا الروحية وحربنا ضد الشيطان يا أحباي سؤال هال ربنا لما بيظهر لحد رؤية معينة بتكون ايه قصده منها وفيها الرؤية بتحصل لكن مش بنتكلم عنها هل مفروض ابوح بيها ولا سيبها بعد ما تتحقق سيبها لما تتحقق بدل ما الشيطاني يتدخل في الموضوع ويبوز الدنيا حسد إبليس عشان كان يقول نجينا من كل ايه من كل الحسد وكل تجربة كل فعل الشيطان استاني مستعجلة على ايه لما يتحصل الحالة نقدر ان نمجد اسم ربنا نمجد اسم ربنا لكن مش هناخد على الرؤى لان ممكن بقى فيه رؤية الشيطان يتدخل فيها ويدينا رسائل غلط ونتعب بعد كده طوبة الذين امنوا ولم اه طبعا خلي اتكالكو دايما في الصلاة في المخدع والسكة بموعيد ربنا لينا سؤال ازاي اتعلم اسامح الناس اللي بيديقوني فيه انسان تعبني في حياتي جدا وانا مش عارف ابدأ معاه وافتح صفحة جديدة كل ما ادي له فرصة ارجع احزن وادايق تاني انا خايف اني اكون بكره بكره من كتر المواقف الصعبة ازاي اتعلم اسامح الناس اللي بيديقوني المسئلة هو المجدي مثال لينا لما دايقوه حتى الجلد حتى الصليب عمل ايه اغفر لهم ايه يا بتاء ما مش ممكن حطلو الغفران اذا كنت قلبي من جوه ايه سامح لما كنتش بتسامح من قلبي مش حطلو الغفران للأزاني او دايقني دول دايقوه بس دايقوه وحاكموه وجلدوه بسكوا في رشه الطاهر وصمروه على عوض الصليب وبقل على عوض الصليب اقول له ايه اغفر لهم يا ابتاء لانهم يعلمون ماذا يفعلون اللي عايز يتعلم يتعلم المسيحة شخصيا اللي عقول المجد اسامح الناس لان انا لما بسمح الناس مش بسمحهم عشان هم يستهلوا وما استهلوش لكن بسمحهم عشان ربنا يا صح حبيبي طلب مني ان انا ايه اسامح سامحوا لا عينيكم قال كده دواصية بنفذها الناس تستهلوا واستهلش ان انا سامحة لكن انا مطلوب ان انا سامحوا من قلبي لان دواصية حبيبي فلازم انفذها وابقى فرحان ان انا بنفذها سامحوا لا عينيكم احسنوا انا مغضيكم وصلوا الاجل الذين سيئنا اليكم اما بالنسبة الانسان الذي تعبك في حياتك ده انت مش مطالب انك انت تعمل معه علاقة في احيانا بنفهم غلط كلام ربنا ربنا يقول حبوا اعداءكم طب نفهم انا مع بعض دي نفهمها مع بعض احبه اعداءكم اما هو عدوي اما هو منصب للعداء فهحبه ازاي يبقى ايه المعنى بتاع الاية هنا المعنى ان احب ان انا مدعيش عليه ما اتمنلوش الشهر الشر ما انت امشي منه ما شهرش بيه ده حب كل ده حب لكن مش الحب اللي هو لازم نتعامل ونتقابل ونسلم على بعض ويقولنا علاقات وصدقات مش شرط لان الكتاب الف دي كمان على قدر ايه طاقتكم سالموا جميع الناس على الطاقتكم لكن انا مش هتقدر تسلم جميع الناس في خلاص على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس فمش مطلوب منك انك انك انت تعمل علاقة صداقة معه يعني دور على صديق ما يتعبكش دور على صديق يشجعك على طريق القداسة والتوبة على طريق الكنيسة والملكوت لكن اللي بتعبني قبدا والباب اللي جيلك من الريح صدق السريع السؤال هل القضاء والقدر يمو السلين الى رات الله عندناش حاجة اسمها قضاء وقدر عندناش حاجة اسمها قضاء وقدر يعني في لان يحصل له حاجة يتجوز واحدة نكادي يقولك قدروا كده لا مش قدروا هو اللي ما احسنش الاختيار هو اللي ما احسنش الاختيار هو اللي استعجع وحدة تتجوز واحد يطلع اجريسف جدا وعنيد وناشف وقاسي ويمدي ايده ويشتيوم وهين يبقى ده قدرها لا مش قدرها كده هي اللي استعجلت في الاختيار ما ده قاعدش بصلاتش ان رب نكشف لها وهكذا ما عندناش حاجة اسمها قداء وقدر قدر كلمة قدر معناها الله قدر للانسان هذه الديقة او هذه المشكلة الله ما يقدرش ديقات لحد الله يردت كلها ايه خيره الله يريد الجميع يخلصون الجميع اه عشان كده بنقول له ده ايه فصلاة الشكر فلنشكر صانع الخيرات رحمه الله هو صانع الخيرات مش صانع الديقات ابدا يعني سؤال هل الزواج من الله هل الزواج من الله انا سامع هام هامة كده مش كل الزواج من الله يا حباي مش كل الزواج من الله الزواج اللي من الله اللي بقى لنتيجة صلاة انا صليت واشركت ابي اعترف معي في الصلاة واشركت اصرت معي في الصلاة ونصال ربنا يكشف ان كان ده من ايده ولا مش من ايده كان دي من ايده ولا مش من ايده اللي بيحصل الناس كتير بتتجوز باختيارات بشرية يعني شكلها حلو عامل شعراء عند الحلاء حتى ميكب بتتحكب وتسمى جسمها حلو شكلها حلو من عيلة مؤهل عندها عربية حتجيب له شقة ولا جيب له عافش فرشتو هلات كلها مقاييس ايه ارضية مقاييس ارضية كلها فده بقى جواز فاشل محكوم عليه بالفشل الزوجة الفاضلة هي من عند الرب يقول حيث كده كتاب ماذا الزوجة الفاضلة هي من عند الرب يعني ايه من عند الرب يعني حصل صلى هصل صلى من القلب ان ربنا يختار ان ربنا يكشف ده من عنده او من عنده دي من عنده او ليس من عنده لكن اللي بيتجوز وخلاص ورجع تقول لي الجواز ده من ربنا لا مش كل جواز من ربنا ده ايه يا جوار بقى ان في ناس بتتجوز ودولتها ربنا كانوا من ربنا ونشن ربنا يتجوز اثناء الائكليل وهم عندنا على دكة الائكليل تلاقي العروسة والعريس مشغولين في التصوير مشغولين في التصوير والدحك تلاقي العروسة على طول ولو ما عملش كده يقولها يتحكي تتلح في الصور زي النيجاتف مش طعرة طبيعتها دي حكا مصطنعة مش طبيعية والعريس برضو نفس الحكاية ومالخومين مش متدريانين بالسر مش دريان بالصلة اللي بتتقال انا بفرح اولا ما في احضر اكليل ولقى العريس والعروسة بيصلوا مع شمامسة واحيانا بعض العرسان بيصمموا يقروا الانجيل بتاع اكليلو ناس عايزة تصلي ناس دخلة بإيمان مش دخلة عشان جواز وخلاص ما ليه لما بتقال اجيوس قبل الانجيل بيقولوا معها اجيوس ويرشموا الصليب معها مش يبقوا مشغولين في التصوير فيه جواز من عند الله وفيه جواز من يد من الانسان من البشر يعني انا يا ابني شفت لك حيتي تعروسها في الكنيسة لكن ايه زي الامر طب زي الامر شكلها طب واخلاقها زي ايه تباحها تباحها زي ايه عرفت منين طبعها وعرفت منين اخلاقها وعرفت منين قصرتها عرفت ما متها شكلها ايه فيه بنات في بعض البنات عشان مصدم بعض البنات بعد ما بيتجوزوا بيحاول بتحاول بيت تقلد ما متها في طريق ما عملتها مع ابوها وذات لما كون الام كانت مسيطرة وكلمتها هي اللي تمشي في البليت فالبت تبقى طالعة من دول عايزة تخلي جوزها برضه تحت طوحة وكلمتها اللي تمشي عليه وعلى ماليش دعوة فبيحصل مشاكل بيحصل مشاكل طبعا لكن الصح ان الواحد يبقى ابن ربنا بجد يبقى أسرة حلوة أسرة متحبة لكن بيقول لكم في مثل بصوة اقول لكم على حاجة عشر مش عايزة اتكلم كتير في مثل بيقول تفهموا منه اللي انا عايزة اقوله بقول ايش قلتك في الكلام اللي زي الرصاص قال له ايش قلتك في الجتة اللي زي النحاس يا ما كلام حلو بتقال والناس منحسة مش عايزة تسمع كلام ربنا بيستخدموا علوم البشري بس ونظريتهم القاصرة فقط فالجوازات بتفشل جوازات كتير جدا بتفشل لان مش مبنية على الأساس صح على الأساس صح بي تسبكها صلاة وصلاة من القلب وصلاة بدموع يا رب دي حياتي كلها قضيها لازم تديني اللي ملئك انت ومع ذلك الجوازة دي اللي هي من ربنا دي ده احسن الوحش ايه احسن الوحش انت عايز ترهبنا ولا اي يا ابونا يا ريت ترهبانا طريق الكمال طريق الكمال والقداس يا ابو ما ليه تفرع تفرر الكمال ربنا لكن عشان يفهمين بلوص الرسول على الفكرة اللي قال قال ايه اريد ان تكونوا بلا هم مثلي على فكرة الهم مش عيب يعني هم يعني مسئولية هم يعني المسئولية عشان الهم عشان المسئولية فالهم في الجواز موجود مسئولية الجواز مسئولية كبيرة ازاي الواحد يرضي ربنا وفي نفس الوقت يرضي التراف التاني مشاريك حياته وهكذا ازاي نرضي ربنا وازاي نحافظ على أولادنا الرب يوم صح فيه وازاي نرضي الأسرة الأسرتين الاثنين اهل الزوجة واهل الزوج اكا اللي بيحصل بيبقى حرب وصراع في الزواج الست الشطرة اللي تأخذ جسها لأهلها وتضموا لأهلها وتقطعه من شجرة والراجل الراجل يقطع مراته من أهلها ويخليها معه ومع أهله ايه ده روح غير مسيحية بالمرة يا حبائي ويقولك ده زواج من الله زواج من الله ازاي ربنا يدينا زواج صالح يخلي ندينا حسن الاختيار ونصلي من القلب سؤال هل الإنسان مصير ام مخير الإنسان مخير ولا مصير بصوا يا حبائي الإنسان مخير ومصير في وقت واحد ازاي يعني أنا مخير في اختيار طريقي اللي حمشي فيه أنا مخير فإن أنا أتعلم أو لا أتعلم أنا مخير إن أنا أخطار لنفسي إن أنا أتجاوز أو أعيش بطول أو أخش الدير أنا مخير فإني أمشي في طريق ربنا ولم تعلمش طريق العالم. مخير لأنني أصل في كل فلوس اللي معايا ولا أحوش منها للزمن. فمخير في حاجات كثيرة جدا في حياتي. ولكن مصير في حاجات كثيرة أخرى أيضا برضو غصبا عني. ما ليش دخلي فيها. زي ايه. أنا غير أنا مصير من جهة البلد التي تولدت فيها. أنا تولدت في مصر في القاهرة. أنا تولدت في قرية. كنت أعادة أتبنى أتولد في العاصمة في القاهرة مثلا. ومصير من جهة الوالدين للأب والأم اللي اتولدت منهم. جهاز الأب والأم دول فقرة وأنا كنت أحب أن أتولد من أب وأم غناي عشان عيش حياة محراحة شوية. مصير أيضا في. نعم. لا. الدين ليس مصير. الدين أنا بختار باقتناع عقلي وقلبي بالطريق اللي يبصلني للسماء. فنحن مصيرين في بعض الحاجات. أنا مصير من جهة الولادة. من جهة الأمراض الورصية اللي خدتها من أبويا. مصير من جهة المكان اللي تولدت فيه. من جهة الأبوالي اللي تولدت منهم. من جهة الدولة اللي تولدت فيها. أنا مصير في كل ده. ما ليش أي رأي فيه. لكن مخير بعد كده في كل أمور حياتي. أختار الطريق من يقبل إلي. هل التسليم لإرادة الله يعتبر لا مبالاة؟ سأكتفي بهذا السؤال. سأكتفي بهذا السؤال. التسليم لإرادة الله. ده لا مبالاة؟ العكس. بالعكس تماما. ده أنا مطالب من قبل الله. إن أسليم له حياتي. بنقول له لتكن إيه؟ مشيئتك. في كل أبانا اللازي. بنقول له لتكن مشيئتك. مشيتك أنت رب اللي تمشي. مش مشيت أنا. فأنا فأنا أما سلم حياتي ربنا. أنا بسلمه له عن اختيار. ده هذا أنا مخير في كده. إن أنا بسلم حياتي ربنا. فأنا بسلمه له عشان هو اللي يتصرف فيها. هو اللي يوجهني. هو اللي يقود بسيرة حياتي. عشان أنا في طريق الصحيحي اللي وصلني في الآخر للمجد. ربنا يبالك حياتكم. ويحافظ عليكم. إله نأكل المجد. كل مدوننا. الآن سنقول ترنيمة. ونبدأ في الكلمة الروحية على طول. عشان وقت. سمر. حنقول ترنيمة ونبدأ في المرة. نحن نخبرنا المرة اللي فاتت. كنا بنتكلم عن إن لم تؤمنوا إني أنا هو. إن لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. وخذنا ان لم نؤمن انه هو الطريق والحق والحياة. وخذنا ايضا انا هو نور العالم. النهاردة هنقول انا هو. الخبز الحي الذي نزل من السماء. هنتكلم معنا في يوحنا الصح 6. اسم الاب والابن والروح والكدس الاله الواحد امين. تحلى علينا نعمته ورحمته وبركته. الآن وكلها وانا وضهت لكلها امين. نقرأ لجل تعزياتنا جزء من الصح السادس من انجيل كديس يوحنا البشير بركاته علينا امين. من اول اية 48. انا هو خبز الحياة. اباؤكم اكل ممنى في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الانسان ولا يموت. انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. ان اكل احد من هذا الخبز يحيى الى الابد. والخبز الذي انا اعطيه هو جسدي. الذي ابزله من اجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قالين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكل. فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم. ان لم تأكلوا. جسد ابن الانسان وتشربوا دمه. فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي. فله حياة ابدية. وانا اقيمه في اليوم الاخير. لان جسدي مأكل حق. ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي. يضبط فيه وانا فيه. كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالآب. فمن يأكلني فهو يحيى بيه. والمرد الله دائما ابديا امين. انا هو. خبز الحياة. احنا قلنا ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. فالمسألة المجد. قال انا هو. ايه خبز الحياة. ما فيش نبي في الدنيا يقدر يقول عن نفسه انا هو خبز الحياة. اطلاقا. يقول انا حي انا سأحيا يوم القيامة اي حاجة. لكن انا خبز الحياة. يعني الخبز اللي بدي حياة لكل من يأكل منه. هو الله. هو الله الذي ظهر في الجسد. لكن يكمل يقول ايه. هو المجد. عشان يفسر اكتر. فقول ان اكل احد من هذا الخبز. فانه يحيى الى. الابد. يعني هو بيدي حياة ايه. ابدية. اللي يأكل هذا الخبز يحيى حياة ابدية. ربما البعض يفهم ان هذا الخبز اللي هو كلامه يعني. او وصياه. ممكن. لكن هلا المسألة والمجد. لم يترك المجال للتفسير الشخصي. او للتأمل الفردي. فقط. بل قطع. هو يقصد ايه. قطع هو يقصد ايه. اليهود فهمه. من كلام رب يسول انا هو خبز الحياة واللي يكل من هذا خبز يحيى الابد. فاليهود فهمه. انه عايز يديهم ايه. جسده يكلوه. يقول الكتاب فخاصم اليهود بعضهم بعضا. قائلين كيف فيقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكل. كده هم فيهم ايه. فيهم صح. فيهم اقصدوا انه عايز يديهم جسده يكلوه. اللي هيكل جسده يحيى الى الابد. ففهمه كده. لو كانوا فهمهم لهذا الكلام اللي قاله سيد مسيح انهم يكلوا جسده. لو كان فهم ده غلط. كان المسيح لما يدي عمل ايه. صلح الكلام. وكان قالوهم لا. وده ما اقول حديوك جسد تزاكلوه. وهل هذا زيوع قال. لا انا اصد تاكلوا كلامي يا تعيشوا بكلامي. كان قال هذا الكلام يقولوا بعض الطوايف بكل اسف في كل دلوقتي. بيقولوا بعض الطوايف بكل اسف. ويتغاضوا تماما عن بقية الايات اللي وارا بعدها مرصوصة. اللي بتأكد حقيقة جسده. وشرب دمه. اللي يكل منهم يحيى الابد. هنشوف المسيح لما نقدر رد قال. رجود قاطعة جدا لا تقبل الجدل. قالوهم ايه. يعني لما الليهود خصبه وعضوهم بعض. قالوا كيف يقدر هذا ان يعطينا جسد ولينا اكل. فالشيء طبي كانوا يقولون لا 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 ما اصدتش كلام ده. لان اصدت يعيش بكلامي وبصوياي وكذا يعني. من يأكلني يا حيبي. لكن لا يقولون لا. انا قاصد اللي انتوا فهمتوه. انا قاصد اللي انتوا فهمتوه. انا قاصد جسدي ودمي ده. جسدي ده ودمي اللي حيصيل على عرض الصليم. لو مكلتوش منه. ملكوش حياة. طب قال ايه بقى. لا ده قال كذا ايه وربع. قال ايه. هلقوا بالنصر. فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم. كلمة الحق الحق يعني معنا ايه. تأكيد التأكيد وما فيش مواربة في الكلام ولا استنتاج ولا استنباط ولا تأويل. الكلام واضح وقاطع زي. وضوح الشمس في عز الده. الحق الحق اقول لكم. ان لم تأكلوا. ان في اللغة العربية اداة شرط. ولم حرف جزم. يعني الكلام ايه. قاطع مفهوش مواربة. مؤكد. ان لم تأكلوا. جسد من الانسان. وتشربوا دمه. يعني يأكل الجسد لوحده ونشرب الدم لوحده. زي ما ستة العظيمة الأرثوكسية. بتعمل دلوقتي كده. بند الجسد لوحده. والدم لوحده. وبننفذ الوصية. بتاعة رب المجد يسوع نفسه. زي ما هي. دون زيادة او نقصان. مش من حقنا لا نزود ولا نقص. والكتاب يقول اللي يزود حرف واحد يزود عليه الدربات المكتوبة. في هذا الكتاب. ولنقص حرف ربنا يحذف اسمه من سفر لايه؟ الحياة البعدة. ده كلام ربنا في الكتاب. كلام. يا مسيحيين بجد. يا مش مسيحيين. الذي يقبل هذا الكلام فهو مسيح وابن المسيح. والله الذي يرفض ليس من المسيح. ليس من المسيح. بيخدع نفسه. بيخدع غيره. نرجع للكلام يقولهم ايه المسيح العالم. إن لم. ده بيشترط عليهم بيحذر. تحذير. إن لم تأكلوا جسد الإنسان. وتشربوا دمه. فليس لكم حياة فيكم. ليس لكم حياة فيكم. واللي ما لهوش حياة يبقى ايه؟ ميت. والميت مش هخش السماء على فكر. ليه؟ يقولوا أنا إله أبائكم إله إبراهيم وإله إصحاق وإله يعقوب إله أحياء وليس إله أموات. ففيش ما يتخلو السماء. اللي ما بيتناولش جسد المسيحي ودمه ميت. حكم على نفسه بالموت من دلوقتي. ما يقولش يا رب في يوم الدينونة محدش قال لي. أديني بقى لهو بقى على صوتي على مستوى العالم كله. إن لم تأكلوا. كلام الرب يصبح مش كلامي. إن لم تأكلوا جسد من إنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. ليه يا رب؟ ليه؟ هو رد على ليه يقول ايه؟ من يأكل جسدي ايه اربعة وخمسين. ويشرب دمي برضو بيأكد ناكل جسده ونشرب دمه. دي حاجة ودي حاجة. فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ياه. قد كده مهم جدا. تناول من جسدك ودمك الأقدسين. أيوة. اللي يأكل منه ويشرب له حياة أبدية وأنا كمان أقيمه في اليوم الأخير. ليه عشان يمكس معيه إلى الأبد. طيب ليه يا رب؟ جاوب على كلمة له دي. قال لأن دي بكوز بكوز السببية. لأن جسدي مأكل حقيقي. ودمي مشرب حقيقي. يلجأت أنا أقيمة خمسين يكمل. من يأكل جسدي ويشرب دمي يزبط فيه وأنا فيه. عايزين موضوح ايه أكتر من كده. يا ناس عايزين موضوح ايه أكتر من كده في الكلام. ده عمر ما عملها في أي وصية أخرى. هذا التأكيد اللي وراء بعضه وراء بعضه وراء بعضه. بيأكد على حقيقة جسد ودمه. وده مأكل ومشرب حقيقي. مش مجازي ولا مجرد ذكرى. احنا فهي نقول في الكريسة أنه للذكرى. احنا بقوله ايه? احنا بقولها باللحن كمان مش خايفين منها. باش نتذكر ايه? نتذكر ايه? برغم نمأكل جسد حقيقي ودم حقيقي. لكن في نفس الوقت للذكرى. زكرة ايه? يقولها بولوس الرسولي يفسرها. كورن سلولة صحة داشرة. كورن سلولة صحة داشرة. معلمنا بولوس يفسرها يقول ايه? يقول كلما أكلتم من هذا الخبز. وشعبتم من كأس الرب. تخبرونا اه? بموت الرب الى ان يجيء. عشان كده نقوله في كل الدأس. امين 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 بموتيك يا رب نباشر. مش كده? وبعدين ابونا يقول ايه? هذا صنعوه لذكر. يعني كل ما نتناول منه من هذا. بنعمله بنصنعه بنصنع جهاز الدم ده بالصلاة. ويقول حروح قص عليه ويحول. عشان كل ما ناكل من هذا الجسد نتذكر ان هذا الجسد صلب على الصليب. ايام بلص البنتي علشان خلاصي. وهذا الدم اللي نسال على الصليب باشربه. شان طهرني من كل خطيئة. ده سال على عوض الصليب ايام بلص البنتي. من قبل تطهيري وغفران خطايايا ودخولي لحياة الابدية. كلام واضح. كلام حقيقي. كلام ما فيهوش اي مواربة. يبقى اللي يتناول يحيى للابد ياخد حياة ابدية. والمسيح في نفسه اللي يقيمه في اليوم الاخير. واللي ما يتناول شيء جسد ربه ودمه يبقى ايه ميت. ميت. زي ما قال وصف الكتاب. يتعبير مش من عندي زي ما سمعته دلوقتي. ميت. والميت مش هاخرش السماء. لكن هقولوكو حاجة اغتر. اشعرفنا ان الجسد اللي بناكله على المسبح كل قداس. الخبز والخمر. دول جسد اللي مسيح يدمه. ما هو ممكن يكون يتقال ان المسيح اعطى لتلاميذه بنفسه جسد ودمه قبل الصلب. عشان اكدوا انه سيديه على الصليب وخلاص. مين قال ان احنا اللي بنعمله ده امتداد لهذا السر اللي سلمه الادسين. اقول لكم في كورن الصلاة الصح 11. معلومون يقول ايه? معلومون يقول. يقول لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم. يبقى تسلموا ايه? تسألوا. تسلمت من الرب ما سلمتكم. ايه يا معالم لابول ارجعوا لكورن الصلاة الصح 11. ارجعوا لها. عند الرب في الليلة التي استم فيها خمسة العالة. اخذ خفزا وشكر وقال خذوا كله هذا هو جسد. والكأس برضو قال هذا هو ايه? دم. يبقى اذا كلما شارفتم من هذه الكأس وشارفتم من هذا الخفز تخبرنا بموت الرب لان يجيه. وديدونها في القداس باللحنة كمان. طب خذوا كله هذا هو جسدي يعني هو المسيح ادهم جسده بفعلا. وقال اصنعوا هذا. هذا دي عايزة على ايه? على خبز ولا على جسده? على جسد. سأقول لكم ازاي? ده قدامكم ده ايه يا جماعة? صليب. اما اقول خذ هذا الصليب واحتفظ به الى ان اطلبه منك. يبقى انا بديك ايه? صليب. طب لو كنت مديك دي بقول خذ هذا الصليب. هدون تقول تلقى على طلو. شيء طب يا في ايه يا بولا انت نظار انت نسيت ولا ايه? شيء طبيعي. الخذوا. لان هذا هو ايه? جسدي. يبقى جسده. هذا هو. هذا اسم اشارة. هو للتخصيص. يبقى كان الخبز فيه بعد ما باركه وشكر تحول بالفعل الى ايه? جسده. وهذا هو دمي. هذا هو اسم اشارة برضو التخصيص. يبقى اذا. طب احنا اللي اكدنا ان احنا اللي بنعمله ده هو هو ولا. اه? تسلمت من الرب ما? سلمتكم. كل ما اكلتم من هذا الخبز. كل ما شربتم من هذه الكأس. كل ما يعني بفعل الايه? استمرار. في الاستمرار. الى المجيء الثاني ان شاء الله. كنستنا عظيمة. في ايمانها. عظيمة في ايمانها. عظيمة في فهمها. الكتاب المقدس لكلام الرب يسوع نفسه احبائي. لكن. عشان الوقت انا عايز اقول لكم. ايه الدليل العملي. اللي اكد لنا اكتر واكتر ان هذا الخبز يتحول لجسد المسيح بجد. والعصير الكرمة اللي في الكاس بتحول لدمه. ابونا في نهاية القداس بياخد الصينية عليها الجسد ويحطها في قراسه. ويقول لي اعتراف. ده اعتراف قدام العالم كله. امين امين امين. اؤمن 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 واعترف الى النفس. ان هذا هو الجسد الموحي. انه الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا والله. واستمعنا على العهد. يعني هو ده الجسد اللي كان مصطوب على الصليب. نعم. هذا هو الجسد اللي صلبه ايام براس البنتي نعم. ولا بنقول لك ام مش هامينه. نعم. ما ليه? اقول لكم اختبارات عملية على هذا التحول اللي بيحصل باستمرار. اه. وهنا هنطلبة في الكلية. فجاءت الاجازة وكل واحد اللي حبيته بلده. فكان لنا واحد زملنا في الكلية صديق. ابوه كان كاهن في احدى بلاد الصعيد. ولا الصعيد. ابونا ده. محدش كان يعرف انه كان بيجيله فكرة شك باستمرار. في حقيقة التحول الاربانة والعباركة الى جسد الرب الضمه. الشك زاد عنده زاد عنده زاد عنده. زاد عنده. لغاية ما زميلنا ده نزل اجازة. وبيصلي يقدس مع باباه ومعه شماز ثاني او اتنين في الهيكل. مع باباه يعني. في يقدس ده. ابونا الشك عنده تحول الى يقين ان ده لا جسد ولا دم وهو رزق. معلش. فالمهم. لما حصل كده والشك تحول الى يقين عنده. اثناء التحول. ربنا كشف له السر. وشايف الاوروبانة وتتحول الى جسد المسيح بجد. وتلع منها نفور الدم وغرقت الصينية. صينية. وبونا ما احتملش المنظر وترمى قدام المسبح. اخرص. ما بتكلمش. طبعا. وربنا عشان يشهد. على هذا الموقف تخلى ابنه. والشباب سلي معاه على المسبح. وليه على المسبح. شافوا ما كمان. هذا المنظر. منظر التحول الحقيقي للخبز الى جسد المسيح. طبعا. ابونا يحاولوا يشهوا فيه. جابوا دكاترة ما شاف ايه. المهم. فجأوا ان دكاترة لقت اللثة بتاعت ابونا. اللثة. ضربت بالعفن. طبعا. الفم اللي دخل فيه سنين طويلة. جسد ربه دمه في الاخر يشك فيه. ولده اربانة وعصيرها باركة. ده لا يستحق ان هو يبقى سليم. ده متعاقب. ده متعاقب. لما انت اللي تشك المال البقية الناس تعمل ايه? بس ربنا ورى لهذا الاب بنفسه. حقيقة التحول. وورى لابنه والشمامس اللي معاه. اللي حصل بالزبط. المهم فلقوه اخرص فحب يعرف في ايه? فقابوا الورقة وقلم. فقال قاعد اكتب اعتذار لربنا يا رب سمحني انا غلطان انا اخطيت. انا انا بشكرك انك انت كشفت لي على الحقيقاتية. سمحني زي ما سمحت بطرس زي ما سمحت وزي ما سمحت واروقت سمحني وكتب في الورقة. وقال لهم حصل كذا 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 واعترف اعترف كتابي على اللي وصله لهذه الدرجة. بعد ما خلص كتابة اتفتح لسانه وتكلم. لو لم يكن بيتحول تحول حقيقي جسد رب ودمه. كان حصل ده. والودي اللي حاكننا زمن اللي حاكننا عن ابوه. مش عن كهن عنده في البلد عن ابوه. حقيقة. قال لكم مرة تانية حاجة مان تانية. مرة كان عندي خدمة في نهضة وعظة في كنسة العدرة بعياب بيه نهضة العدرة سنة للسنوات. وعندين كلمت الناس عن سر التناول. المساعدة هو خبز الحياة. لازم ناكل جسد ودمه وإلا نبقى ميتين. ولازم نتناول باستحق اكثر ما حنقول دولة نتناول ازاي. المهم فأولت لهم خلي بلكوا من حاجة اخواننا. ان ابونا وبيصلي القداس. ببقى طول القداس في ملاك المزبح هو مثلا. في ملاك ما محوط المزبح بجنحته. حارس للزبيحة. رب المجد موجود. فلازم على اقل ملك واحد. وفيه اكتر ملاك. على اقل ملاك للمزبح. اسمه ملاك الزبيحة. محوط المزبح بجنحته. فقلتون من اللي عنده طلبة مستعجلة او مشكلة مستعصية. او مابونة يبدأ المناولة. يطلب من ملاك الزبيحة. وملاك الزبيحة يطلع بالصلاوات جري على رب المجد. يخلص المزبح. لا ينسى. ولا زي حالتنا كده ولا حاجة. عملت كده. قلت له كده. وخلص خلصت العزة ومشيت. جال بعدها يومين اثنين. فات يوم وتان يوم. جالي واحد هنا. في الكنيسة دي. وقال لي يا ابونا تفتكر الشكل. قلت له مش فاك. قال أنا من شعب الكنيسة العدل. عابلت له. اهلا وسهلا. انت كنت عندنا وعزت على الملاك الزبيحة وازاي الملاك يبقى محوط المسبح. قلت له ايو قال لي هقول لك على اختبار ما كنتش اتخيله في حياتي. ده بيأكد لكم ان الزبيحة بتتحول زبيحة بجد. اختبارات حية يا اخوانا. وبقول اسماء اماكن. بقول حاجات حية. مش حاجات كده من تأريف ما عندنا. حاجات بقول عن مقعة الهوة. فالمهم قال لي. قال لي هقول لك بقتوت فضل. قال لي كان عندي بنت متجوزة ونخليفها ثلاثة عيال. ايو قال لي حصل فجأة خلاف ما بينها وبين جثة. تليم مش فجأة ولا حاجة. المهم يعني فجأة جثة ساب البيت ومشي ومش عايز يرجع لها تاني ابدا. فأنا عرفت منها فروحت له البيت عشان انا بحبه جدا يا ابونا شاب مهزب وحلو. فأنا رحت له رحت له عشان خطر اشوف ايه وصلحوا يعني ورجعوا البيت. فقالوا بص يا عمو. انا خد مني فلوس زي ما انت عايز. لبنتك ولاتها. اي خدمة انت عايز انا هعملها. لكن انا رجوع لبنتك مش هرجع تاني ابدا. ليه عم. ليه فجأة كده الله مش فجأة. انا في ساعة ما اتجوزتها هي لسانها صليت وعنيفة ونكدية وغام. وانا اقول عشان خطرك انت انت راجل حلو بتحبيني زي ابويا. فما لكش زنب ازع عليك. استحمل لغاية ما وصلت للجنة مش مستحمل تاني. مش مستحمل. اخد اي مني اي حاجة لكن ما تقوليش رجع تاني. فالمهم ايه اصد فيه البنات ايه ستات سرها باتع. اه الحمد لله. قبل الجواز. ويا سلام بقى على الشعر اللي عند الحلاء. والبرفن والابتسامة الجميلة. زي الفل. بعد ما بتتجوز بتتحول الشويش عوكل. نكد وغم. ما علينا. موصلت الراجل لمرحلة اللي عودة. فابوها ابوها ما استسلمش للموقف. فبعد بدأ يبعط له كهنة. بعت له تسع اباء كهنة. عدهم لي بالاسم. وكم من ضمنهم الله ينعيح نفسه. ابونا بطرس جيد. شكل قدس البابا شنودة الله ينفعنا في صلاة. وبرضه ما فيش فايدة. وقال لهم انا موضوع بدل ما رجعتني اعمل جريمة. فانا موضوع خاصت قفل. قال لي قفلنا الموضوع وسكتنا. قال لي قدسك لما جيت وكلمتنا عن ملاك الزبيحة. قلت. طب يا ربنا فاتح باب للصلح. اطلب ملاك الزبيحة. اطلب ملاك الزبيحة. ملاك الزبيحة. سيذهب لرب المجد شخصيا. ده مضمون. فقال لي ابونا ايه? اول ما بدأ من اولا بدأت اطلب ملاك الزبيحة. يا ملاك الزبيحة ترجع لأولاد البنت والأمراضي والأولادها. قال لي خفت لما يا ملاك الزبيحة ما يسمعني شيء عشان انا في صحن الكنيسة. رح تدخل الهيكة. عشان يبقى قريب من المزبح. قريب من ملاك الزبيحة. يا ملاك الزبيحة. المهم ما قعدت بقول قعدت لحة على ملاك الزبيحة. اللي قد بابونا حط المياه في ايده. وقول له يا ملاك هذي. وتقول له واحد انسى. خلاص واخد الكلام بايمان والسكة كاملة ان الزبيحة لها ملاك وفعلا حيوسى. وده اللي حصل وقتوه بعدين. قال له اروحت. بيت وتاني يوم الصبح الساعة سبعة صباحة لقيت تليفون بينين علي. تليفون لقيتها بنتي. صباحة بنتي خير في ايه. ما امرك ما عملتين. قد له واحد عزي كالب. قد له منين. قد له في البيت طبعا يا بابا. تليفون البيت ده. وحد فين. قد له في البيت. اسمع بس يا باب. قال لي يا ابونا انا عصاب بازل. قلت له انا اطلب ملاك الزبيحة. يلجع الواد لمراته ولاده. تجيب لي يا بابا ما هو رجل هي البيت بيت مع هذا ولا ايه يعني. قال لي بي ات بي دايق جدا. ايوا انت مين. قالوا ملك يا عمه عصب Cross قال له خلص انت مين؟ قال له انا جزبنتك. قال له جزبنتي مين؟ قال له الآلة. قال له انت جيت قمت? قال له النهاردة ستة ونصف الصبح. قال له انا جاي لك حالا. قال وانا عايزة. قال لي تطلحت تجاري البست وتطلحت تجاري زي العيلة الصغيرة. وانا متأكد مين اللي رجعوه. ملك الزبيحة بربع عليه. قال لي ورحت فعلا. لقدتم قاعدين يابونا مع بعض زي السمنة على العسل. ولا كأن كان فيه مشاكل تسع سنين تسع سنين منفصلين عن بعض وتسع عباء كهلا يرحولهم ما فيش فايدة قال لي يا ابونا فاكر واخبالك لما يكون فيه اتنين مخطوبين قلت له آه بيضعوا يتحكوا البعض ويبربسوا البعض وكده وفرحانين ببعض قال لي كانوا عاديين كده بقى هايمانين ببعض وكل فرحة فيه قلت له بعدين قال لي قلت له ايه اللي جابك ايه الحكاية بتاعتك قال له احكي لك يا عم قال له ليلى اللي فاتت دي قال له ليه قال له كل ما نام وعطس في النوم كاتفي ملاك يجي لي بسهد من نار واللي تقوم تروح لمراتك وولدك ول هايه اروح ايه مفزوعة اسم الابوي وفتاكله كابوس ما هنريجع لمراجه ده كابوس بالنسبة له شوفتها منك و exercى لكوا المهم فإيه يقول على منام تاني ويجي لي نوم تاني يجي لي نفس الملاك و вашوا يفير بسهد من نار تقوم تروح لمراتك وولدك ا Ruح ايه assence فقلت لا بقى ده رعب قاله بس الغريب في الموضوع قاله ايه قال له ان قلب تفتح المراطي اكتر من الولادي كمان كمان وبدون سبب والراجل عملية حقولي انا عملت حك لان انا عارف السبب ايه قاله وقولت طبعا اعمل ايه انا حولها قبل ما تروح الشغل اروح لها ساعة ستة ونصص صبح اذا ابليتني يبقى دفعنا الرؤية حقيقة من ربنا ما ابليتنيش يبقى كان بقى وهم ولا كان اي حتى هيقات فخلاص يعني ما فيش مشكلة قاله عملت ايه قاله جيت ستة ونص خبطت على الباب خبطت على الباب فتحت لقاتني حتيت في الباب وتخفيش انا مش اخوش يا طبعا ظنت ان هو جاي يخد العيال ويطلع بو مع الطيارة او اي حاجة قال لا متخفيش انا مش اخوش انا بس ممكن اقولك جملة واحدة قال له هي في صمت وفي زهول مستنيها هعمل ايه ومسك الباب بقيت قال لها الندمان على كل دقيقة عشتها بعيدة عنك التسعة سنين دول فانا جايلك اذا قابلتيني حبقى خدام ديك باية عمري عشان عوضك تسعة سنين دول ما قابلتنيش حيبقى دحقك وبش هزع منك قال له هي عملت ايه اروح اتطلع واخداني في حضنه قاعدت تعيط ببوز فيها ستات جدعة فاحبو يعني انا سألته ا31 الatable الملاك الذي كان لك دا عارفوا قال له ما ايه عمه هاه عارف كم اللي الملئ ذا ايه قال ايه قال عنك اagua يا رب تنعرفه قال انت عارفوه قال له اه ملاك دا قال تنعرفوه قال له ايه ملاك اللأ الملاك اللزبيحة ils سعزوا في الهاية الاويداس يا ملاك هذه الساعد يعني لسه ادوهم ليبس معطش! قالله بقى سنة حصل كذا 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 وحكى له بقى القصة وقالوا ما صلطت عليك ملاجه الزبيحة لو لم يكن هذا التحول حقيقي كان هاشل كده اختبارك كثيرة باش عايز ايه اطول عليك يا احبائي ان لم تؤمنوا اني انا هو الخبز الحي لازلين السماء ان لم تأكلوا جسد الانسان واشربوا دمه فلا ساكم حياة فيكم لكن اخيرا اتناول ازاي باستحقاك اول حاجة ما كنش متخاصم ما معنى متخاصم لان الكتاب مسيح الو مجد يقول اذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت يعني كنت ناسي ان الاخيك شيء عليك اتركوا القربان واذب اولا استخدهم اخيك دين من ايه واحد ما تكونش متخاصم نمرة اثنين ما نكونش في السيامات وتبقى فاطر ودخل تتناول خطير نمرة ثلاثة تكون تائب تكون تائب ان لم تتوبوا جميعكم جزلك تهلكون نمرة اربعكم معترف اعترفتم بخطاياكم فهو امين وعادل حتى تغفرها لكم كل هذه كفاء عليكم كده ربنا يديكم نعمة وليدينا ان احنا نتناول باستحقاق عشان خاطر نثبت فيه ويثبت فينا له كل مجد وكرامة الى الابد امين فاضلوا نصلي يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقابل ان يحمي لك حملته يا باب فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت الام لما انتماده في اذائك قد غفرت اثاب اسم الاب والابن والروح القدس الاله وحد امين ربي وحبيب نفسي يسوع المسيح يا من انفرت حبك لي ده لم تكتفي يا رب انك اخليت ذاتك واخذت شكل العب لم تكتفي بهذا بل احتملت التعيير حتى البساق في وجهك حتى الجلب حتى الصليب علشاني علشان تديني حياة ابدية علشان تنقذني من الهلاك الابدي اشكرك يا حبيبي انك لم تكتفي بهذا بل بعتلي كمان روحك القدوس يسكن فيي فجعلتني وحولتني الى مسكني لهيك المقدس يسكن فيه روحك القدوس اشكرك يا رب اشكرك يا رب يسوع وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لاني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك فهل رأينا حبا اعظم من هذا فاحزني يا نفسي احزني يا نفسي على خطياك التي سببت لفديك الحنون هذه الالاق اشكرك يا حبيبي لك اعطتني ايضا جسدك ودمك مأكل ومشرب مجانا لكي اثبت فيك وتثبت فيي وتعطيني حياة ابدية اعطينا من فضلك ان نتمسك بيك يا رب ولا نرخيك ابدا وان نحفظ وصياك وان نعيش في رضاك يا رب انت كنت نقول لنا حياة مقدسة مرضية امامك ليرى الناس فينا سرطك يا رب فيما يجدوك يا ابان السماوي في شفاعة دي سيك يا رب استجبنا عندما نتوقع لهم بالشكر يا ابانا اللازي في السماوات كل ح necesita جسدك جسدك رب استجبنا Eleيفيض خلص inde